بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن صلاة الجماعة عندنا مسألة تخفيف الإمام في الصلاة يسن له أن يخفف على الناس في الصلاة والتخفيف ينقسم إلى قسمين القسم الأول تخفيف لازم والقسم الثاني تخفيف عارض وكلا التخفيفين من السنة أما التخفيف اللازم فهو أن لا يتجاوز الإنسان ما جاءت به السنة في الرقوع وفي القراءة وفي السجود ونحو ذلك مما جاءت به السنة فمن تجاوز ذلك فهو يعتبر مطول ومثقل على الناس وأما العارض فهو أن يكون هناك سبب يقتضي أن يخفف الصلاة كأن يسمع صوت الأطفال أو حادثة حدثت فإنه يخفف بالناس في هذا الأمر العارض الأدلة على التخفيف اللازم والتخفيف العارض دليل التخفيف اللازم في الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أطول فيها فأسمع بكات الصبي فأتجاوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه فهذه المسألة التخفيف الصلاة ينبغي للأم أن يراعوا هذه المسألة المسألة الأخرى تطويل الرقع الأولى أكثر من الثانية يسن أن يطول الرقع الأولى أكثر من الثانية لأن هذا هو السنة كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الرقع الأولى أكثر من الثانية وقال ابن عثيمين رحمه الله أن هذا هو السنة وهو الموافق للطبيعة لأن الإنسان أول ما يدخل في الصلاة يكون نشيطا فمن المناسب أن تكون الرقع الأولى أطول ولأن في ذلك أيضا مراعاة للمأموم الذي يأتي متأخرا بعد إقامة الإمام للصلاة أحكام الإمامة من الأولى بالإمامة عند المشاحة على الإمامة قال الفقهار رحمهم الله الأولى بالإمامة هو الأقرى العالم فقه صلاته يعني الذي أجود قراءة وعنده من الفقه ما يستطيع لو طرأ عليه طارئ في صلاته أن يطبق أحكام الفقه في هذا الأمر كسجود السهو مثلا إذا سهى في صلاته يعرف الأحكام التي يعني يفعلها في مثل هذه الحالة وقالوا دليل هذا دليل هذا أنه الأولى بالإمامة هو الأقرى الأعلم بفقه صلاته قالوا دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب لكتاب الله عز وجل وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا اجتمع القارئ والأقرأ الأقرأ يعني الأجود والأقل فقه مع الأقل قراءة والأكثر فقه فإنه يقدم الأكثر فقها على الأكثر قراءة هذا قول وقالوا في حديث الحديث السابق الذي ذكرنا يأم القوم أقرأهم لكتاب الله قالوا أن الأقرأ في عهد رسول الله هو الأفقه لأن الصحابة كانوا لا يقرؤون عشر آيات حتى يتعلموها ويعلموا ويعملوا بما فيها فيجمع بين العلم بين العلم والعمل هذا هو القول الراجح في أن الأقرأ الأقرأ الأعلم بفقه صلاته هو الأولى من الأقرأ دون الأفقه ثم يأتي بعد الأقرأ الأفقه يعني لو أن هناك اجتمع قارئان وتشح في الإمامة وهما متساويان في القراءة في جودة القراءة لكن أحدهم أفقه من الآخر فيقدم الأفقه ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة وأن أعلمهم بالسنة يعني أفقههم أفقههم ثم بعد ذلك الأسن يعني الأكبر سنن لو أن هناك لو تساووا في القراءة وتساووا في الفقه فينظر هنا من هو أكثر أكبر سنن ثم يقدم لحديث مالك بن الحويلث ثم ليأمكم أكبركم ولأن الأقدم سن يعني أقرب إلى الآخرة وأيضا عنده من العلم ومن التقى ما ليس عند الأصغر وهذا يعني الغالب ثم بعد ذلك إذا استوى في القراءة والسنة والفقه والسن فيذهبون إلى أقدمهم هجرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في السنة سوا فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سوا فأقدمهم سلما أو سنا إذن بعضهم قدم الهجرة على السن وبعضهم قدم السن على الهجرة وبعد ذلك إذا تساووا في هذه الأمور فالحل القرعة فيقرع بينهم فمن غلب في القرعة فهو أحق بالإمامة مسألة إمامة البصير عكسه الأعمى فإمامة البصير أولى لو أن هناك إمامان أحدهما بصير والآخر أعمى وتقدم للإمامة وتساوية فيما ذكرنا فأيهما يقدم يقدم البصير أم الأعمى قالوا يقدم البصير على الأعمى لأن البصير يتحرز من النجسات وأيضا يدرك استقبال قبلة دون أن يوجه إلى القبلة لكن إذا كان الأعمى أكثر فقها وأكثر قراءة وأعلم وأكثر تقن من البصير فإنه قد يقدم الأعمى وهنا التقديم أولوية مسألة إمامة الفاسق اختلف الفقها في إمامة الفاسق القول الأول أنها لا تصح الصلاة خلف الفاسق فإمامة لا تصح مطلقا والفاسق هو من خرج عن طاعة الله إما بأنه فعل كبير من الكبائر دون الكفر أو بالإصرار على الصغائر والفاسق بهذا الفسق لا يعتبر أمين على الصلاة فإنه قد يصلي بدون طهارة وقد ينقص من الواجبات وقد يقدح هذا الفسق في عدالته فهذا الأمر لا يجعله أهلا لأن يكون إماما يصلي بالناس يعني هذا الفسق الذي عليه لا يجعله مؤهلا أن يصلي بالناس فيترك هذا الإمام لفسقه القول الثاني أن الصلاة تصح خلف الفاسق ولو كان فسقه طاهرا واستدلوا على هذا بدليلين الدليل الأول عموم قول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أكرأهم لكتاب الله وهذا يعني إذا كان قارئ لكتاب الله فهذا أمر عام لم يخصص أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في أئمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها قال صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مع أنهم أئمة الجور أمر بأن يصلى معهم ولا يتركون وتعتبر له صلاة نافلة حتى لا يفرق بين المسلمين وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا في أئمة الجور قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطوا فلكم وعليهم وهذا القول هو القول الراجح كما ذهب إليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال لأنه لا يسعى الناس اليوم إلا هو إلا هو حتى وإن كان فيه فسقا كمن يحلق لحيته أو أحيانا يفعل من الأفعال الأفعيل التي يعني هي من المعاصي لكن لا يسعى الناس اليوم إلا هو لأننا لو طبقنا القول الأول أنه من كان فاسقا فإنه لا يأم الناس ما وجدنا إماما يصلح للإمامة إلا ما ندر هذا والله أعلم وأحكم ترجمة نانسي قنقر